أقرب تعريف له هو مجموعة معينة من الشخصيات السياسية المحلية أو من المنطقة أو العالمية عم تطبخ طبخة سياسية تتوافق مع مصالحها الخاصة أما مخيلتنا التي تربت بسوريا عن الطبخات السياسية فهي كأس من المؤامرات بكل طبخة من ضفلوا شوية أصابع خارجية من نزل بعدين طنجرة مندسين منكون سالقين من قبل من ضفلوا نصف كاسة أضعاف شعور قومي ورشة بهارات إديولوجية يا ويلي وعلى نار هادي من الخوف من أمريكا وإسرائيل بتستوي الطبخة وبعدين من زينا برشة بهارات ماسونية شي بيشحي نحن ما عم نتهاون بهي الطبخات المؤامراتية بس المشكلة الطبخات الخارجية ريحتها طالعة ووصفاتها مسربة ونحن مصرين ناكل المقلب من سايكس بيكو لحرب العراق منكون عرفانين الطبخة وعرفانين إنو راح ناكل أصابعنا ورا هاي الطبخة ندامة مو طيابة بس مناكل طيب وشو مش عن طبخاتنا السياسية نحن يعني؟ منبلش من الطبخات اللبنانية يلي بتتحضر بمطابق سفراء دول خارجية وشيفية من إيران والسعودية وسوريا وتشتهر هذه الطبخات بكثرة احتراقها ومن أشهر الطبخات طبق الطائف طبق الرئيس اللبناني تأليف الحكومة أما الطبق الأنجح والأشهر فهو مجلس النواب وعنا الشيف المؤسس حافظ هذا يا سيدي كان من أشهر طباخين منطقة شريك بتخريب معظم الطبخات اللي يضبط طبخته الشخصية فإذا كان في طبخة مصالحة فلسطينية فلسطينية راح تستوي أو طبخة حكومة لبنانية بيجي الشيف حافظ وبينزع الطبخة أما بحكومة السورية فبيشتغل على مبدأ سويت أنسور يعني بيمزج الأضاد فبيطبخ لك وزير مالي قريب من اليسار مع محافظ بنك قريب من اليمين وإذا كان وزير الدفاع قريب من روسيا فبيكون رئيس الأركان قريب من الأمريكان والشيف بشار للأسف ما كان عنده هاي الموهبة يعدمني استخدم الشيف بشار الرز الإيراني على الطبخات الروسية لك عمل منصف قطري بغنمات سعودية أما علاقته مع البهارات ودرجة حرارة الطبخة فصفر ما في غير عم يحرق طبخة ولا طبخة طيب دخلك والمعارضة عم تعرف تطبخ؟ آه المعارضة السورية شاطرة بالبيض المقلي والمقلوبة آه وين بدي يقولها هاي طبعا تابعونا على الفيسبوك وعملونا لايك وشير آه هلأ هلأ بدي يقولها سجلت؟ خلصت؟ طيب تابعونا